السلام عليكم اليوم رح نراجع مع بعض إعادة ترتيب الجمل المباثرة وتمرين ثلاث هو مراجعة لهذا الموضوع رح نحل مع بعض تمرين ثلاث رقم تمني صفحة تمني وسبعين أقرأ ثم أكون جملة مفيدة في عامر جلس الحديقة ذكرنا أن أول شيء نبحث عنه فعل إذا كان الفعل موجود نضعه في بداية الكلمة ما هو الفعل؟ هو الكلمة المرتبطة بزمن وتعطي معنى أداء شيء معين أو عمل شيء معين مثل كلمة جلس جلسة فهمنا من كلمة جلسة أن هناك أحد قام بالجلوس عمل عمل هو الجلوس جلسة وفهمنا من كلمة جلسة أنه جلسة وانتهى خلص ماضي إذن جلسة هي كلمة فعل ماضي الفعل نضعه في أول الجملة جلسة نضع كلمات جلسة في أول ترتيب الجملة جلسة جلسة الآن من الذي جلسة؟ بعد الفعل نضع الكلمة التي تفهمنا من هو الذي قام بهذا العمل جلسة من هو الذي جلسة؟ الحديقة جلسة؟ لا إذن بقي عامر عامر هو الذي جلس؟ نعم جلسة عامر جلسة عامر أين جلس؟ في الحديقة إذن جلسة عامر في الحديقة في الحديقة الهون عنا قمرية ال عليها سكون حديقة تي نضع آخر الجملة نقطة جلسة عامر في الحديقة هذا هو رقم ثلاثة هون عنا جملتين إضافيات بتعزز عنا معنى ترتيب الجملة صح عنا الجملة الأولى فيها أربع كلمات إلى نور ذهبت المدرسة أين الفعل من ضمن هذه الكلمات؟ ذهبت أن أن نور ذهبت ماضي ذهبت وراحت خلص إذن ذهبت تأتي أول جملة نضعها في أول جملة ذهبت ذهبت من التي ذهبت؟ نور هي فاعل الجملة الذي فعل العمل الذي قام بالعمل هو الفاعل نور فاعل ذهبت نور أين ذهبت؟ نور إلى المدرسة إلى المدرسة 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 اسم إيش؟ أخذنا اسم مجرور أي كلمة بعد حرف الجر تكون اسم مجرور نضع في نهاية الجملة نقطة أنه جملتنا انتهت ذهبت نور إلى المدرسة الآن الجملة التي تليها عن أنس قرأ قصة الرياضة من أين الكلمة التي تدل على فعل قرأ إنه إيش عمل لما أسألك إيش عمل يعني فيه عمل فيه فعل قرأ إنه قرأ قرأ لسه تبيقرأ ولا قرأ وخلص يقرأ ولا قرأ قرأ إذن قرأ وخلص يعني ماضي صار الوضع إذن قرأ 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 من الذي قام بالفعل أنس إذن أنس هو الفعل قرأ أنس قرأ أنس ماذا قرأ أنس قصة قرأ قصة قصة قرأ أنس قصة تان إيش بي عنا هاي حكناها قرأ أنس حكناها قصة حكناها ضل عنا الرياضة وعن إذن قرأ أنس قصة عن الرياضة عن حرف جر الرياضة الرياضة اسم مجرور الرياضة الرياضة هون عندنا الأل شمسية وراها شد الرياضة آخر الجملة إيش فيه نقطة تدل على نهاية الجملة قرأ أنس قصة عن الرياضة الله يعطيكم العقل اشتركوا في القناة